السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض المقاطع تشفتها في اليوتيوب القنوات العربية تتكلم عن عنصر الحديد كأنه عنصر عجيب ويعطي نتائج غريبة وحسيت شوي فيه تهويل للموضوع لأن بين العناصر الثانوية الحديد مو من أهمها الماكنيزيوم هو أهم عنصر من العناصر الثانوية ولكن في أحد المشاهدين قال لي أنه جرب تغذية الفلفل بالحديد وحصل نتائج يعني من ناحية التثمير والنمو حصل نتائج قوية جدا فقلت ما في مانع أننا نسوي عملية ونقارن بين الأثنين فعندي هالنبتتين في نفس الأصيص أو نفس حجم الأصيص 50 لتر 50 لتر تقليم هوائي تقليم هوائي هذه رح أغذيها بالحديد مرة في الشهر رح يكون ملي واحد لكل لتر وهذه رح تكون تغذية عادية يعني هذه رح تكون نفس التغذية ولكن رح نضيف التغذية مرة في الشهر الحديد فالنظام الغدائي رح يكون نفس الشي ما رح يختلف ولكن هذه رح نضيف لها الحديد مرة في الشهر مثل ما دائما نسوي النبتتين من نفس الصنف من نفس البذور زراعتهم نفس الوقت في نفس التربة العصيص نفس الحجم التربة نفسها المهاد نفسه كل شي نفس الشي عشان تكون عندنا مقارنة صحيحة بين الحالتين فرح نشوف يعني هل فعلا الحديد يعطي هذه النتائج اللي الناس قاعدة تحولها وتقول ان الحديد سر والحديد شي عجيب كأنه يعني شي ثاني بالنسبة للنباتات رح نجرب مثل ما يقولون يعني الماية تجذب الغطاص يعني فرح نشوف نجرب ونشوف فهذه النبتتين رح نتابع نموهم إن شاء الله مع بعض خلال الموسم ورح نشوف التثمير بعد يعني رح نقارن التثمير مع بعض فرح حاول أوثق التثمير بشكل دقيق قد ما أقدر علشان نقدر نقارن بين الاثنين إن شاء الله فتابعوا هذه السلسلة وشوفوا الفرق معي مع الوقت وعطوني أفكاركم بعد أو ملاحظاتكم ونشوف شي يصير مع النبتتين إن شاء الله واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات أو اللي عنده تجربة مع الحديد ممكن يفيدنا فيها يعني وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسئلتكم بس رعاقات ممكن وشوفكم إن شاء الله في الفيديو في أمان الله